بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الحديث عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقيته قال مدبولي إنه ينتهز المناسبة ليذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها رئيس عبدالفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة بمختلف المجالات معربا عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة على رئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار كما بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفي برقيتها أعرب مدبولي عن أخلص التهاني وأصدقاء تمنيات الوزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية المهمة مضيفا أن تلك المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقرارها